وصفت وزارة الخارجية العراقية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقييد إجراءات دخول المواطنين العراقيين للولايات المتحدة وصفته بالخاطئ مطالبا بإعادة النظر فيها وعبرت الوزارة في بيان لها عن أسفها واستغرابها للقرار التنفيذي الصادر عن ترامب والمتضمن مضيفا أنه من المؤسف جدا أن يصدر تجاه دولة حليفة ترتبط بشركة استراتيجية مع الولايات المتحدة وأن يتزامن مع المعارك التي يخوضها العراق بدعم من التحالف الدولي على داعش في معركة الموصل